العلاقات الأمريكية التركية علاقات مرت بمنعطفات عدة خلال السنوات الأخيرة فتارة يتقارب البلدان إلى حد شكيل حلف قوي لا فكك منه وتارة أخرى تتباعد وجهات النظر حتى يصل الأمر إلى شقاق لا وصال بعده بدأ البرود في علاقات البلدين منذ محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا في تموز 2016 ورفض أمريكا تسليم فتح الله غولين الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب وصولا إلى مسألة الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا وكذلك مسألة صفقة منظومة الدفاع الصاروخية بيتريوت ورفض أمريكا لإتمامها ما دفع بتركيا إلى اللجوء إلى الشرق والاستعانة بالروس لتزويدها بمنظومة S-400 وليس انتهاءا بصفقة مقاتلات F-35 المجمدة كانت الساعات الأخيرة على موعد مع تقارب جديد بين البلدين بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة رئيس هيئة الأركان التركي يشار قولر إلى واشنطن واجتماعه مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان ورئيس أركان القوات الأمريكية المشتركة جو دانفرد في البنتاجون فهل من الممكن القول أن هذا اللقاء سيعيد الدفع إلى علاقات البلدين معنا من إستنبول الصحفي هشام جوناي أهلا بك أستاذ هشام معنا في الحرة ليلة شكرا جزيلا لتلبية الدعوة ما هو مرض تدبدو بالعلاقات نبدأ بشكل سريع ومختصر ما بين الولايات المتحدة وتركيا حقيقة العلاقات متوترة منذ زمن بعيد لكن كلا البلدين وكلا إدارتين البلدين يعرفان تماما أنهما مجبران على بعضهما البعض التركيا لا تريد أن تتخلى عن حليفها في حلف شمال الأطلسي وحليفها التجاري الكبير كما أيضا الولايات المتحدة لا تريد أن تتخلى عن حليفها الأكبر في المنطقة لكن الخلافات تكمن هنا في مواقف البلدين لا سيما بعد الأزمة السورية الولايات المتحدة مصرة على الدفاع عن الكيانات الكردية في المنطقة ترى ذلك حقا لهم وتركيا تعتبر ذلك يهدد أمنها القومي لما تحتويه على عدد كبير من الأكراد إذن الخلاف الأساسي بدأ من هنا ولكن أيضا هناك بعض المواضيع المتعلقة بصفقات الأسلحة وأنظمة الدفاع وما إلى ذلك لكن أعتقد بأن الخلاف الأساسي نجم من هذه النقطة والموقف الأمريكي حقيقة ربما دفع تركيا للبحث عن البديل للولايات المتحدة ربما ليس فقط لأن تظهر بأنها لديها البدائل لديها الخطة بي لا يوجد فقط خطة ألف لذلك ربما دفعت الحكومة التركية نحو المنافس ربما الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة وفي سوريا وهي روسيا لتعقد معها صفقة الأس أربعمائة طبعا كان الخيار الأول بالنسبة لتركيا هو الباتريوت ولكن حقيقة الطرف الأمريكي لم يزود الأتراك بهذه المنظومة لذلك أعتقد بأن الخلاف يكمن بأساسه على مواقف الدول الدولتين حقيقة بالأزمة السورية تمام اللقاءة الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن كان طابعها عسكري هل تطلب خلال الشخصيات التي التلتقت من الجانب التركي وبالإضافة إلى الجانب الأمريكي أن نقول أن الوضع اليوم فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة الشمال سوريا انتقل إلى مرحلة التنفيذ يعني الوزير الدفاع التركي خلوصي أقار تعرف أنه كان رئيس الأركان الأسبق يعني له معنى كبير بتركيا ليس فقط كوزير دفاع مدني يعني كوزير مدني بل أيضا كوزير له خلفية عسكرية أعتقد بأن تصريح أقار الذي أتى وقال فيه من خلاله أن تم الاتفاق على خارطة طريق بين البلدين يعني كان ينقصه أن يشرح ما هي هذه الخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما آلية التنفيذ لهذه الخارطة ما هو الفترة الزمنية يعني ينقصها الكثير من التفاصيل خلينا نجيب على هذه الأسئلة لكن أنا ممكن أن أعلق فقط على ما قام به بتصريحه وزير الدفاع يعني لم يفسر جميع هذه النقاط بدأت مغلقة لم نحصل على أي إجابة شافية من وزير الدفاع التركي كان يجب أن يوضح جميع هذه النقاط هو الذي جلس على طاولة الحوار والنقاش مع الطرف الأمريكي الجانب الأمريكي عندما رأينا أو نظرنا في تصريحاته ركز على امتعاضه من صفقة الأس أربعمائة يعني هناك أعتقد بأن الخلافات مستمرة لكن الطرف التركي رجح أن ربما يخفف من حدة التوتر بين البلدين ليذهب ويقول أن هناك توافق بالآراء حيال منبيج أعتقد بأن الجانب الأمريكي ممكن أن يكون قد طمأن الجانب التركي بأن لن يكون هناك هجوما من قوات الحماية الكردية المتواجدة في منبيج أو في باقي المناطق السورية على الحدود التركي أن لا تهجم أن لا تقوم بأي هجمة تستهدف الحدود التركية لكن فيما يتعلق بالعملية العسكرية المزعومة التركية في سوريا أعتقد بأن هناك اعتراض أمريكي وما زالت الولايات المتحدة مصررة على هذا الموقف بما أن الولايات المتحدة تضع نفسها في باكار الضامن لأي عملية استرسازية قد تكون بها القوات الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا هل تستطيع تركيا ضمان أن لا تخرج الميليشيات التي تعمل لصالحها في سوريا عن الخط المرسوم لها؟ لا تستطيع ذلك يعني حقيقة صعب ولكن يجب أن نفصل بين الميليشيات المتواجدة في إدلب عن الميليشيات الموجودة في شرق الفراط أو في منبيج يعني كلا الموضوعين ربما يختلفان عن بعضهما البعض لكن فيما يتعلق بالوحدات الكردية أعتقد بأنها أكثر تنظيما وأكثر تخطيطا من الميليشيات المتواجدة في باقي مناطق سوريا أعتقد بأن ما يتم الرسم الهدف له من خلال دفاع عن وجود كردي في تلك المنطقة هو تشكيل فدرالية أو إدارة ذات حكم ذاتي في منطقة شرق الفراط أعتقد بأن ما تسعى إليه الولايات المتحدة وتدعمه هو هذا جو مع كورونا المحلل السياسي ينضم إلينا مباشرة من واشنطن يعني أعذرني أستاذ جو لا أعلم أن كنت قد استمعت للحوار الذي يدور بيني وبين أستاذ هشام نحاول أن نضع السيناريوهات لماذا تبدبات كثيرا العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا كيف شكله الحالي وهل الاجتماع الذي لربما تم إجراه أو عقده قبل عدة أيام لأنه كان يحمل صبغة العسكرية أدخل النقاش في مرحلة التنفيذ اليوم هل بدأ التنفيذ ما الذي يجري الحوار عنه اليوم ما بين كل من الأتراك والأمريكان حول المنطقة الآمنة المنطقة العازلة هنا تحدث عن خمسة كيلومتر ثلاثين وأكثر كيلومتر اتفاق أضنى ما الأساسي برأيك اليوم يعني طبعا العلاقة فيها كثير من الطاقضات يعني ليس الآن مكان الحديث عنها لكن هناك اتصال هاتفي أجرى أكثر من مرة بين أردغان وترامب كان دائما يعني يخض بالعموميات يعني كان لابد من الدخول في التفاصيل فبالتالي كان هناك المحاولة وساطة قام بها سنتر جراهام في هذا الإطار الآن هناك الدخول في التفاصيل يعني المشكلة هي جزء منها يعني في الميدان بطبيعة الحال فك الارتباط مع الكوات الكردية من يمسك هذه المناطق ما هو شكل هذه المناطق يعني المشكلة هناك تنقض يعني مصالح أساسي في شمال سوريا بين الأمريكيين والأتراك ومن الصعب أعتقد يعني إنهاء هذا التلاقط في المصالح هناك محاولة لإدارة هذا الموضوع أمريكا هي حليف مع الأكراد وفي نفس الوقت تريد أبقاء نفوز لها في شمال سوريا وتريد أرضاء الأتراك في نفس الوقت فبالتالي هناك مجموعة من المصالح المتناقضة فبالتالي يعني بدون إجراء حوار مباشر بين الأتراك والأكراد في مرحلة ما سيبقى الاستقرار هش في شمال سوريا وهناك يعني خيارات محدودة الأكراد مرتبكين يحاولون أن نفتاحها للروس وعلى الأمريكيين وأيضا الأتراك يحاولون اللعب على المسارين في نفس الوقت لكن أمريكا يعني إدارة ترامب التحديد وجهت رسالة بأنها تريد البقاء ليس التزام قوي لكن 400 جندي أو 200 جندي مع وجود أوروبي ليس مفتوح الأمد ليس معروف ما هي الاستراتيجية بشكل عام للدول الغربية في سوريا فأعتقد التفاصيل للموضوع ليس موضوع خمسة أو عشر ميل الموضوع هي ما هو الدور ما هو كل هذه الأمور لا تزام غاملة في هذا الإطار تمام ما هو الدور اليوم يعني إذا سمحت لي أستاذ جوه عندما نتحدث عن العقيدة الأسكرية للولايات المتحدة قد يبدو بأنه يعني آخر ما تود أن تصل إليه الولايات المتحدة هو أن تصبح قواتها قوات حفظ سلام أن تصبح من القوات قبعات الزرق يعني ولربما هذا يعني لا توده وأكيد لا تود ذلك الولايات المتحدة دعنا نحاول أن نصل إلى السيناريو هل 200 جندي كافين بالنسبة للأكراد برأيك اليوم هل لربما الإبقاء عليهم يحسم الجدل بشأن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا هاتاني نقطتان مهمتان اليوم أستاذ جوه يعني الوجود العسكري الأمريكي بالأصل يعني 2000 جندي كان إلى حد ما وجود رمزي ليس لهم دور دور دفاعي الكوة هي وجودهم الرمزية فقط بأن الأمريكيين دائما قادرين على القصف عبر البريجات عبر الحدود مع العراق فبالتالي الكوة التفاوك الجوي موجود الرمزية الوجود بأنها تضمن إلى حد ما أن الأتراك والأكراد لن يدخلوا ويحاولون التعريضهم للخطر فبالتالي الوجود هو رمزي لفك الاشتباك لكن رأينا ما حصل في كثير من المناطق حيث كان هناك دوريات مشتركة بين الأمريكيين والأتراك وكان هناك صعوبة لأن هناك مسار مع أستانا بشكل عام مع دروسية وتركيا وإيران وفي ناس الوقت هناك محاولة لبناء إلى حد ما هذه المناطق النفوذ التي بالأساس تحفظ النفوذ التركي أيضا وليس فقط الموضوع النفوذ الأمريكي لأن الأتراك يخافون من صفقة ما بين الأكراد والروس ينهي إلى حد ما وجودهم في هذه المنطقة فبالتالي الأمريكيين أيضا أتراك بحاجة للأمريكيين في هذا الإطار فبالتالي السيناريو الرمزي بمئتين أعتقد كان محاولة لإقناع البيت الأبيض بالتحديد بأنهم ليس للكطار هما فقط لحفظ السلام لكن هذا لا يعالج المشكلة هذا يحاول شراء الوقت إدارة الأزمة الآن لكن لا يوجد لها حل طويل الأمد أين موقع الأكراد في سوريا ما هو الدور الأمريكي في المستقبل لا يزال دور الأمريكي حتى الآن المعلن هو محاربة داعش ليس فقط ارتباط ليس محاولة تغيير المصار السياسي وليس محاولة ربما محاربة إيران فبالتالي هنا الأعتقد الغموض في المرحلة المقبلة ما هو أبعد من شراء الوقت ما هي استراتيجية لسوريا كيف أو ما هو الإيقاع أستاذي شام الذي يلعب عليه إردوغان في الداخل التركي ربط موضوع المنطقة الآمنة بعودة اللاجئين ولكن كلنا نعلم أن الجزء كبير من اللاجئين الموجودين في تركيا هم لا ينتمون إلى تلك المنطقة التي من المفترض أو إلى تلك البلدات في داخل المنطقة الآمنة إلى أي مدى هذا لربما مقنع للداخل اليوم ويعني ما هو نوع هذا الإيقاع برأيك المرتبط بهذه النقطة نعم سؤال جميل جدا حقيقة تركيا مقبلة على انتخابات بلدية تعرف في نهاية شهر مارس والشعب التركي يعني يريد أن يسمع هذه التصريحات لذلك أعتقد بأن الكثير من التصريحات التي تأتي على لسان أردوغان المتعلقة لا سيما في سوريا تأتي للاستهلاك المحلي وليترويج الانتخاب إعادة اللاجئين لن تكون بهذه السهولة في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ منتشرين في كافة الأنحاء التركية يعني ولهم حقوق دولية مضمونة دوليا لا يمكن لتركيا أن تقوم وترسل هؤلاء اللاجئين في ليلة وضوحها إلى مناطق كما ذكرت لا ينتمون إليها كما أيضا البنية التحقيقية مدمرة كليا أستاذ هشام هاي النقطة ما خلف السؤال نعم يعني تغيير ديمغرافي أصلا حصل في سوريا تعرف أن تم ترحيل أناس من شرق حلب إلى أدلب من الغوطة إلى يعني الكثير من التغيير الديمغرافي حصل في سوريا وللأسف يعني ما يتم الحديث عنه في المستقبل يشير إلى المزيد من التغيير الديمغرافي في التركيبة السكانية السورية ليس فقط في المناطق في غرب الفراد بل أيضا في شرق الفراد تعرف جيدا أن تم ترحيل الكثير من العوائل العربية في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وأعتقد بأن تصريحة أردوغان التي تأتي في صدد يعني تسكين الشارع التركي تعرف أن أرقام البطالة مرتفعة وأزمة اقتصادية حادة تعاني منها تركيا والشارع التركي بدأ يمطعض شيئا فشيئا عنه من اللاجئين لذلك أعتقد بأن التصريحات المتعلقة في إعادة اللاجئين إلى مناطق أصلا لا ينتمن إليها ولا غير مجهزة بالبنية التحتية تأتي في سياق التحضير للانتخابات المقبلة تمام أستاذ جوف الدقيقتين المتبقيتين هل في حال توصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وتركيا حول المنطقة الآمنة على ماذا ستصر الولايات المتحدة هل ستصر على بقاء الجيش كيف ستتعاطى مع جزئية الميليشيات التي تعمل لصالح تركيا في الأراضي السورية يعني لربما التعامل مع الجيش قد يكون واضح يعني تستطيع التفاهم يعني الجيش نظامي ولكن عندما يكون هناك ميليشيات تبقى الأمور مهلهلة ويعني موضوع الثقة فيها يبقى أين السقوط في أي لحظة هل ستصر الولايات المتحدة على الجيش التركي؟ يعني بالنسبة لها الأهم للمصالح الأمريكية هي عدم التعرض من الكوات الكردية لكن هناك التحدي الأساسي من يمسك الحدود في شمال سوريا بين الطرفين من يفك الارتباط بينهما لتفادي المواجهات طبعا السؤال الثاني هو موضوع الإدارة الزاتية ليس هناك أعتقد الأمريكيين لا يريدون العودة عن هذا الموضوع هناك مشاريع لمحاولة تثبيت هذه الإدارة المحلية في شمال سوريا والموضوع الثالث هو أيضا أن لا يتم التعرض من الطرف الكردي للطرف التركي فبالتالي هناك محاولة لكل هذه الأدوار شكرا لكن هذا البعيد ليس هناك خطة واضحة حتى الآن شكرا جزيلا لك من واشنطن جو مع كارون المحل السياسي وشكرا جزيلا لك هشام جوناي كنت معنا مباشرة من اسطنبول شكرا